موسيقى موسيقى السادسة مساء بتوقيت القاهرة نشرة إخبارية جديدة من عاصمة الخبر أهلا بكم أهلا بك دينا أهلا بك أحمد مرحبا مشاهدين بداية النشرة مع أبرز العناوين موسيقى تؤثر الروسي أوكراني في منطقة بيلغرود الحدودية والكريملين يعرب عن قلقه إزاء الوضع في المنطقة موسيقى واشنطن تعلن تخصيص مساعدات إنسانية بـ 245 مليون دولار للسودان والدول المجاورة موسيقى 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 بداية النشرة من تطورات الحرب الروسية في أوكرانيا موسيقى 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 اعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتلى اكثر من سبعين جنديا اوكرانيا وتدمير اربع مركبات وخمس شاحنات في منطقة بلجرود واكدت وزارة الدفاع الروسية ابعد من تبقى من منفذي الهجوم على المدينة الى داخل الاراضي الاوكرانية واتهمت موسكو كييف بانها تقف وراء الهجمات في بلجرود عقب هزيمتها في باخموت كما قالت السلطات الروسية ان منطقة بلجرود الجنوبية تعرضت لقصف المدفعي وقضائف هاون بعد اندلاع قتال مع مجموعة عبرت الحدود من اوكرانيا واكد حاكم بلجرود لاء مدنيين من تسع بلدات روسية على الحدود مع اوكرانيا بعد توغل مسلحين المستوطنات التي استهدفتها قذائف هاون او المدفعية او الطائرات دون طيار وقد فتحت لجنة التحقيق الروسية تحقيقا فيما وصفته بالعمل الارهابي موضحة انه يجرى اتخاذ اجراءات لتحديد هوية المهاجمين وكل ملابسات الحادث من جانبه اعرب الكراملين عن قلقه العميق ازاء المناوشات الاخيرة في منطقة بلجرود مشددا على ضرورة ان تركز موسكو جهودها العسكرية لتجنب اي توغل اوكراني اخر في روسيا لمتابعة اقرب حول هذه التطورات ننتقل الى نفذة تحليلية مع ايمان الحويزي اليك ايمان شكرا دينا واحمد ومشاهدين الكرام للمزيد من التحليل عبر سكايب من موسكو الدكتور رامي القليوبي الاكاديمي والباحث السياسي مرحبا بك دكتور هناك لجنة التحقيق شكلت من قبل موسكو لمتابعة هوية هؤلاء المهاجمين الذين اصفتهم موسكو بمجموعة توغلت في بلجرود ما تفاصيل هذه اللجنة وهل متوقع ان تخرج بشيء الواقع هذه ليست اول مرة تشهد فيها مناطق حدودية بين روسيا واوكرانيا تسل المقربين الى عمق الاراضي الروسية وتنفيذهم عمليات ماء بطار الحرب الهاجينة بين روسيا واوكرانيا هو لذلك يعتدن هنا في موسكو على مدى اخر عدة اشهر على سماع ان باع ان تجوم بمسيارات طرة وان تسل المجموعة التقريبية طرة اخرى فبالتالي هذا ليس بجديد من المؤكد ان اللجنة قد تخرج ببعض النتائج ولكن المشكلة تكمنه في ان هذه المجموعة التقريبية هي رسيا لا تنتمي الى الدولة الاوكرانية التي تنفي دوما تنفيذها اي عمليات في العمق الروسية طيب ما هناك باشارة الى انه بالفعل تم وصفها بالمجموعات التقريبية هناك اشارة الى مشاركة اشخاص من القومية الروسية او المساعدة في هذا الهجوم على هذه المدينة بالتحديد الواقع الكومي او الهوية الروسية هذا مفهوم طبابي جدا لان روسيا واوكرانيا بلدان قريبان تاريخيا جدا سواء من ديها اللغة الروسية او الديانة المسيحية لارثوزوكسية ولذلك هناك اشخاص كثيرون في روسيا لهم اسطولة اوكرانية ولكنهم يحملون الجنسية الروسية كما ان هناك ملايين اوكراني عبروا الحدود الروسية في السنوات الماضية وحصلوا على الجنسية الروسية فبالتالي حتى اذا كان هؤلاء يحملون الجنسية الروسية فهؤلاء انتمائهم لاوكرانيا وإلا لما كانوا نفذون من نفذ هذه الاعمال الداخل الروسية طيب هناك مؤشر اخر لهذه الهجمات متعلق بي المساعدة الغربية لكييف واللي كانت مستمرة طوال العام الماضي وكان دائما الشرط الاساسي من كل دولة تقدم هذه المساعدة هو عدم الهجوم على الاراضي الروسية ما مستقبل بهذا الدعم في رأيك اذا ما تبت صحة هذا الهجوم من اوكرانيا الواقع الدعم سيستمر لان اوكرانيا وجدت على ما يبدو صيغة مريحة لتبرئة نفسها من الاعمال في العمق الروسية فوفق الرواية الرسمية الاوكرانية الدولة لا ظنوا لها لكن هذه مجموعات تتصرفوا بشكل مستقل ولا تتبع للدولة رسميا مثل ما لا تتبع شركة باغنر العسكرية الخاصة للحكومة الروسية بشكل مباشر طيب كان هناك ايضا بحديث عن مزيد من الجهود من قبل موسكو لمواجهة هذه الهجمات والتحذير ايضا او اخذ الاحتياط من اي هجمات اخرى مشابهة في المستقبل ما هذه الجهود التي من الممكن ان تقوم بها موسكو في هذا الشأن لا شك اما الحديث يجري بالدرجة الاولى عن الجهود الاستخباراتية هو اخضاع الاشخاص القادمين من اوكرانيا لمازل من الاستعلامات الامنية او ما يطلب عليه الفلقرة ولكن فعليا هذا على الارجح لن يكون فعالا بالغاية لان الحديث يجري عن ملايين الاشخاص دخلوا الى روسيا فمن الصعب اخضاع جميعهم لاستعلامات امنية دقيقة نعم اشكرك دكتور رامي القليوبي الاكاديمي والبحث السياسي من موسكو على هذه الاضحات شكرا لك نعود مرة اخرى الى احمد ودينا لاستكمال باقي ملفات هذه النشرة شكرا لك ايمان ومشاهدين نكمل اذا في ذات الملف فقد افاد الكريملين بان تعهدات الاضافية من الدول الغربية بتقديم مساعدات عسكرية لاوكرانيا لن يغير الوضع على الخطوط الامامية وقال المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف ان تزويد اوكرانيا بمقاتلات حديثة من طراز F-16 ينطوي على مخاطر واضحة وفي سياق اخر اكد الكريملين ان موسكو بحاجة الى تركيز جهودها العسكرية لتجنب اي توغل اوكراني اخر في روسيا معربا عن قلقه العميق ايزاء المناوشات الاخيرة في منطقة بالجورد قال نائب رئيس مجلس الامن الروسي ديمتري مدفيدف انه كلما زادت القوة التدميرية للأسلحة التي تتلقاها اوكرانيا من الغرب زاد خطر النهاية النووية للعالم من ناحية اخرى اوضح مدفيدف ان انكار كييف ضلوعها في تواغل مسلح في منطقة بيلجرود الحدودية الروسية هو محضو اكاذيب حسب تعبيره من جانبه زار الرئيس الاوكراني فلودومير زيلنسكي خط الجبهة في منطقة دونستيك في شرق اوكرانيا واوضحت الرئاسة الاوكرانية ان زيلنسكي زار مواقع متقدمة على الجبهة في منطقة الدفاع فوليك دار مارينكا حيث تجرى مواجهات عسكرية مع الجيش الروسي منذ اشهر اعلنت الاستخبارات العسكرية الاوكرانية ان الجيش بحاجة الى امدادات كبيرة من الاسلحة والذخيرة واكدت ان الجيش الاوكراني لديه الحد الادنى من الاسلحة اللازمة لبادء الهجوم المضاد ضد القوات الروسية من جانبه قال مفاوض السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي جوزيو بيريل ان سمح الولايات المتحدة للطيارين الاوكران بالتدريب على طائرات منتراز اف ستة عشر خلق زخما كبيرا سيقلب في النهاية الطائرات المقاتلة لارض المعركة الاوكرانية واعلن بوريل بدء تدريب الطيارين الاوكرانيين على مقاتلات اف ستة عشر في بولندا بعد ان قدم الاتحاد الاوروبي عشرة مليارات يورو كمساعدات عسكرية لكييف لقد قمنا بتقديم عشرة مليارات يورو لدعم اوكرانيا عسكريا وهذا اكثر مما كان متوقعا هذا الدعم العسكري سوف يستمر وانا سعيد لانه اخيرا قد بدأ بالفعل تدريب الطيارين الاوكرانيين على طائرات اف ستة عشر وتقوم بذلك عدد من الدول ويمكن ان تنضم اليها دول اخرى هذا يفتح الباب امام ارسال طائرات مقاتلة من الجيل الحديث لاوكرانيا حدث سابقا وان كان البعض ضد ارسال معدات عسكرية متطورة لاوكرانيا كدبابات ليوبارد وانظمة الدفاع القوي لكن في النهاية تخذ القرار بالارسال لان ذلك ضروريا كي تستمر اوكرانيا بالدفاع عن نفسها قال وزير الدفاع الالماني بوريس بيستوريوس ان المانيا تبحث في خيارات لدعم تحالف الدول التي تخطط لتدريب الطيارين الاوكرانيين على طائرات اف ستة عشر واضف بيستوريوس ان اي مساهمة المانية محتملة قد تكون طفيفة فقط لان المانيا نفسها لا تمتلك الطائرة الامريكية الصنعة نحن ندرس حاليا لاحتمالات القليلة الموجودة نظريا وبعد ذلك سنرى ما اذا كان بامكاننا تقديم هذه المساهمة لكنها ليست اكيدة لاننا ببساطة لا نملك اي طائرة من طراز اف ستة عشر ولن نكون قادرين على المساعدة كثيرا في تدريب الطيارين المفترض وفي بودابيست قال رئيس الوزراء المجاري فيكتر اوربان ان اوكرانيا لا يمكنها الانتصار عسكريا في الحرب مع روسيا وطلب اوربان الولايات المتحدة بالتدخل لوضع حد للنزاع مشيرا الى ان الحل العسكري لن يجد نفعا ورأى اوربان ان الدول الاعضاء في حلف الناتو غير قادرة على ارسال قواتها في الوقت الحالي لمشاركة في النزاع وان الشعب الاوكراني يدفع وحده ثمن هذه المعركة والان نتابع تطورات الاوضاع في السودان اشتركوا في القناة قال الامين العام للامم المتحدة انتونيا جوتيريش ان نحو ربع مليون شخص فروا من السودان منذ بداية الصراع واوضح جوتيريش ان عناصر الدعم السريع استولت على المستشفيات واستهدفتها ما ادى الى خروجها عن الخدمة واشار الى ان اسعار السلع في السودان تضاعفت بنحو اربع مرات ما ادى الى تزايد الضغوط على المواطنين اعنات المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين فرار ما بين ستين الى تسعين الف شخص من السودان من السودان الى تشاد منذ اندلاع الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع واضحت المفوضية ان الوافدين الجدد يحتمون في ملاقع مؤقتة بخدمات محدودة للغاية مؤكدة على ضرورة نقلهم الى مخيمات اكثر امنا وذلك بالتزامن مع اقتراب موسم الامطار في المنطقة دمار يطول العديد من المنازل واسواق منهوبة ومستشفيات عاجزة عن علاج المرضى والمصابين ظروف معيشية صعبة تفاقم معاناة الشعب السوداني في ظل اشتباكات اندلعت منذ الخامس عشر من ابريل الماضي وضع انساني دفع اكثر من مئتين وخمسين الفا الى الهرب عبر الحدود متجهين الى البلدان المجاورة وسط توقعات بفرار المزيد بحثا عن الامان وتشاد صاحبة نصيب كبير من هذا اللجوء حيث تشير التقديرات الاخيرة للامم المتحدة الى استقبالها ما بين ستين وتسعين الف شخص منذ بداية الازمة رحلة شاقة اتخذها السودانيون الى حدود تشاد المشتركة مع بلادهم والممتدة مسافة 1400 كم كانت بمثابة طوق نجات من الموت الذي يحيطهم من جميع الجهات على ارضهم وان كانت وجهتهم ليست الاوفر حظا والاكثر استقرارا فهي تكافح للتعامل مع نحو 600 الف لاجئ معظمهم سودانيون فروا من موجات عنف سابقة في بلادهم ملاجئ مؤقتة تؤوي هؤلاء اللاجئين لكنها ليست آمنة فهي ذات خدمات محدودة للغاية كما انها باتت مهددة بالانهيار مع اقتراب موسم الامطار خطر تسعى الامم المتحدة الى التصدي له ووضع خطة استجابة سريعة لنقل الوافدين الجدد الى اقرب مخيمات للاجئين نداءات استغاثة اطلقها برنامج الاغذية العالمي التابع للامم المتحدة من اجل جمع 162 مليون و400 الف دولار للمساعدة على توفير الطعام لنحو مليونين و300 الف شخص في تشاد بحاجة ماسة الى مساعدات غذائية في استياق ذاته قال وزير الخارجية لامركي انتونو بلينكين ان الولايات المتحدة تعتزم تقديم مساعدات انسانية بقيمة 245 مليون دولار للسودان والدول المجاورة وتأتي تلك المساعدات لدعم الدول على التعامل مع الازمة المستمرة النجمة عن الاشتباكات الجهرية في السودان وقد اندرعت اشتباكات متقطعة في محيط مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان وبعض المناطق في العاصمة الخرطوم بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع رغم دخول هدنة جديدة حيث التنفيذ ويفترض ان تستمر الهدنة لمدة سبعة ايام قابلة للتجديد تنفيذا لاتفاق وقعه ممثل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بوساطة سعودية أمريكية بهدف السماح لإصال المساعدات الإنسانية من جانبها قالت وزارة الصحة السودانية إن عناصر الدعم السريع استولت على 29 مستشفى وست مؤسسات صحية أخرى حيوية بالإضافة لـ 21 عربة إسعاف أشارت أيضا الصحة السودانية إلى استهداف عناصر الدعم السريع لمستشفى أحمد قاسم بالخرطوم والتمركز داخله والاعتداء على الكوادر الصحية وطرد المرضى من المستشفى وضحت الصحة أيضا أنه بالرغم من دخول الهدنة حيز التنفيذ فقد قامت عناصر من الدعم السريع بالتمركز داخل مستشفى اللبان الجديد التعليمي ومستشفى أم دورمان التعليمي وقامت بالاعتداء على الكوادر الصحية وطرد المرضى ما أدى لخروج المستشفيات عن الخدمة الآن نتابع الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية في مدينة شرم الشيخ المصرية نبلغ اهتمامنا بتعزيز المساعد الدولية والإقليمية الداعمة لجهود التنمية في جميع ربوع قاراتنا الإفلوكية أهمية هذه الاجتماعات ودور بنك التنمية الإفريقي في توفير الحلول التنمولية الملائمة لاحتياجات دول القارة التي تحقق المعادلة الصعبة بين توفير التنمولات الضخمة اللازمة لتحقيق التطلعات التنموية من جانب وخفض مخاطر هذه التنمولات من جانب آخر وقد أكد رئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن التحديات المتصاعدة والمتشابكة التي تواجهها دول العالم انعكست على اقتصادات الدول النامية وعلى رأسها اقتصادات دول القارة الأفريقية وفي كلمته خلال افتتاح اجتماعات مجموعة البنك الأفريقي للتنمية في مدينة شرم الشيخ أكد رئيس المصري على ضرورة صياغة أفكار غير تقليدية للبحث عن حلول تمويلية تساهم في دفع المشروعات الأكثر الحاحن ويكفي في هذا الصدد الإشارة إلى حجم بعض الاحتياجات التمويلية لدول القارة الإفريقية تبقى لتقديرات الأمم المتحدة وبنك التنمية الإفريقي ونذكر منها على سبيل المثال للحصر 200 مليار دولار سنوياً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 144 مليار دولار سنوياً لمعالجة الآثار السلبية لجائحة كوفيد-19 108 مليارات دولار سنوياً لتمويل مشروعات تهيئة ورفع مستوى البنية التحتية وأضاف الرئيس المصري أن المخاطر المرتبطة بالجفاف في دول القارة الإفريقية أدت إلى خسائر تجوزت قيمتها 70 مليار دولار وأوضح أن تسببت في خفض نمو الإنتاجية الزراعية للقارة بنحو 34% إن إشكالية التغيرات المناخية وتداعيتها السلبية لا تنحصر في نطاق دولة دون غيرها أو إقليم بعينه وإنما هي قضية وجودية ينبغي أن تأتي على رأس الأولويات الاستراتيجية لجميع دول العالم وعلى عكس ما قد يعتقده البعض فإن الإنعكاسات السلبية للتغيرات المناخية تتزايد على الدول الأقل نمواً وهو ما يظهر بوضوح في دول القارة الإفريقية حيث تؤدي هذه التغيرات إلى ارتفاع معدلات الجفاف واتساع رقعة التصحر وتراجع إنتاجية المحاصيل الزراعية وتشير التقديرات لأن المخاطر المرتبطة بالجفاف فقط في دول القارة الإفريقية أدت إلى خسائر تجاوزت قيمتها 70 مليار دولار فضلاً عن تسببها في خفض الانتاجية الزراعية للقارة بنحو 34% وتقدر الاحتياجات التموالية لمواجهة الإنعكاسات السلبية للتغيرات المناخية في إفريقيا بنحو 3 تريليون دولار حتى عام 2030 وعلى هابش افتتاح اجتماعات مجموعة البنك الأفريقي للتنمية التقى رئيس المصري عبد الفتاح السيسي رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي وصراح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بأن اللقاء شهد التباخثة حول أبرز ملفات المطروحة على أجندة الاتحاد الأفريقي خاصة ما يتعلق بالتكامل الاقتصادي والإصلاح المؤسسي والسلم والأمن كما تم توافقه خلال اللقاء على استمرار التعاون الوثيق بين الجانبين في ضوء كون مصر إحدى ركائز الأساسية الهامة لدفع العمل الأفريقي المشترك كما استعرض رئيس المصري عبد الفتاح السيسي في لقاء مع سكرتير عام منظمة الكوميسا السيدة شيريشي كابويبي متابعة تنفيذ أهم الأولويات الموضوعية للرئاسة المصرية الحالية للكوميسا كما بحث السيسي خلال اللقاء تعزيز سلاسل التوريد الإقليمية فيما بين دول كوميسا وتعظيم التكامل الصناعي وزيادة الاستثمار في البنية التحتية العابرة للحدود ومشروعات الربط والتعاون في مجالات التحول الرقمي وتم التوافق خلال اللقاء حول استمرار التشاور والتواصل المكثف بين الجانبين خلال الفترة المقبلة لضمان سلسلة عملية تسليم سلاسة عملية تسليم رئاسة الكوميسا من مصر إلى زامبيا من ناحية أخرى أكد الرئيس المصري الأهمية التي توليها مصر لتعزيز العلاقات التي تربطها بزنبابوي في مختلف المجالات لا سيما التبادل التجاري والاستثمار جاء ذلك خلال اللقاء الرئيس المصري مع رئيس دولة زنبابوي على هامش مشاركته في اجتماعات بنك التنمية الأفريقي وصراح المتحدث باسم الرئاسة المصرية بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكر حرص مصر على تعظيم التنسيق والتشاور مع رئيس المزنبيقي فيما يتعلق بسبل تعزيز دفة العمل الأفريقي المشترك بما يساهم في تحقيق النمو والاستقرار الذي تصب إليه دول القارة من جانبه أعرب رئيس زنبابوي عن تطلع بلاده لتطوير العلاقات الثنائية ودفع أطر التعاون المشترك مع مصر كما ثمن الدورة الفاعل للرئيس المصري في معالجة القضايا الأفريقية وجه رئيس وزراء بوروندي الشكر لرئيس المصري على دعمه المتواصل لبروندي على صعيد احتياجاتها التنموية وبناء قدرات الكوادر وأثنى رئيس وزراء بوروندي خلال لقائه مع الرئيس عبدالفتاح السيسي في شرم الشيخ أثنى على مساندة مصر لبروندي في مختلف المحافر الدولية والإقليمية بما يمثل نموذجا للتعاون والتنسيق بين الدول الإفريقية وقد شهد اللقاء مناقشة آخر التطورات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك خاصة فيما يتعلق بمنطقة البحيرات العظمى وشرق إفريقيا وحوض النيل في السياق ذاته أكد رئيس المفوضية الأفريقية موسى فقي أن القضية الرئيسية خلال هذه الاجتماعات تتعلق بالقدرة على جذب التمويل اللازم لمواجهة التغير المناخي في أفريقيا وقال فقي في كلمته أمام الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الأفريقي في مدينة شرم الشيخ إن عمل المفوضية الأفريقية يجب أن يقود إلى رفع القيود عن التمويل اللازم لتحقيق التنمية المطلوبة في القارة الأفريقية فإن أفريقيا ومختلف شركائها مدعوون إلى توحيد جهودهم في عمل جماعي لتحسين جاذبية وفاعلية التمويل الخارجي وحتى تتحقق هذه الغاية فيفرض علينا تقييم نموذج التمويل من المنحين والذي كان سيدا في الماضي لتوضيح حدوده واقتراح بدائل يتم تعديلها وفقا لمنطق الشراكة المربحة للجانبين أصحاب السعادة سيداتي وسادتي أود أن نعود إلى موضوع هذه الاجتماعات السنوية والتي تتمحور حول تغير المناخ والنمو الأخضر أود أنه رئيس مجموعة المنك التمويل الأفريقي على اختيار هذا الموضوع الذي كما ذكرت علىه هو موضوع الساعة بشكل لافت للنظر فالأضرار للنجم عن أصال تغير المناخ مدمرة ولا سيما في القارة الأفريقية فمنذ عام 1970 أفريقيا كانت ضحية للفيضانات المتكررة وحالات الجفاف التي أدت إلى خسائر في الإرادات تقدر ما بين 0.4% و 0.7% من إجمال الناتج المحلي على التولي فالنتيجة كما تعلمون هي زيادة في احتياجات أفريقيا التمويلية المتعلقة بالتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من حداته وبالطبع هذا العكس سيتزايد ما لم يتم عكس الاتجاه الحالي من جانبه قال محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله إن الدول الإفريقية تعاني تداعيات التغير المناخي على الرغم من ضعف نسبة مساهمتها في ذلك وأكد عبدالله أن تعديد الشراكة بين القطاع العام والخاص ضروري لتحقيق تنمية المستدامة وأنه يجب إتباع نهج جديد لمساندة القارة السمراء لزيادة تضفق قراراتها التمويلية وفيما يتعلق بالبعد البيئي تحديدا في القارة الإفريقية فعلى الرغم من مساهمة إفريقيا بأقل نسبة من الإنبعاثات عالميا إلا أن القارة تتحمل أعباء كبيرا من تأثيرات التغيرات المناخية ويقدر برنامج الأمم المتحدة البيئة أنهم من ما بين 75 مليون إلى 250 مليون نسبة من سكان إفريقيا قد عانوا في مشاكل نخص المياه نتيجة التغيرات المناخية والتي تهدد بانخفاض حجم ومعدل ناتج الزراعي المعتمد على مياه الأمطار بمقدار النصف ففي عام 2020 بلغ حجم التدفقات المالية المحلية والدولية المخصصة لمواجهة تغير المناخ في القارة الإفريقية من خيمته 30 مليار دولار أمريكي فقط وهو ما لا يتجاوز نسبة 12% من حجم التمويل المطلوب الأمر الذي يعكس حجم الفجوة التمويلية التي تواجهها دول القارة في هذا المجال وفي ظل الضغوط التي تعاني منها معظم موازنات دول القارة فإن الأمر يتطلب تشجيع القطاع الخاص على توحيد المزيد من استثماراته إلى المشروعات صديقة البيئة والتحول من استثماراته القائمة على أدوات الدين إلى استثماراته الفعلية في رأس المال وتعزيز الشراكة بين قطاعين العام والخاص كما أكد الأمين العام المساعد للأمم المتحدة عبدالله دردير في لقائه مع القاهرة الإخبارية أنه في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة يتم توجيه الاستثمارات إلى المشروعات ذات العوائل السريعة بدلا من الاستثمارات المتعلقة بالطاقة النظيفة والنمو الأخضر وطالب دردير الدول بتخفيف الأعباء والتكاليف في مجال التنمية المستدامة والطاقة الخضراء لجذب المزيد من الاستثمارات من الغريب بأن الأموال متوفرة في العالم في رؤوس الأموال وفي السناديق الاستثمارية هناك تريليونات من الدولارات لكن هل تذهب للاستثمار في الطاقة النظيفة في التحول نحو الطاقة الخضراء في النمو المستدام؟ هذا تحدي كبير في عالم يواجه ارتفاع كبير في معدلات الفائدة تذهب الاستثمارات إلى حيث يمكن أن يكون هناك عوائد سريعة وهذه الاستثمارات في النمو الأخضر كما نسميه ربما تكون عوائدها المباشرة ليست جاذبة لمثل هذه الاستثمارات الآن ولكن مهمتنا في المؤسسات الدولية وأيضا في الحكومات هو العمل على زيادة جاذبية هذه الاستثمارات أولا خفض التكاليف ثانيا وتخفيف العبء عن الموازنات العامة الوطنية عندما يكون الحيز المالي المتاح محدود نسبيا لا بد علينا أن نعمل جميعا من أجل تخفيف أعباء هذه الاستثمارات طلق البنك المركزي المصري شادات واسعة بالتنظيم الاستثنائي لاجتماعات السنوية الحالية لمجموعة بنك التنمية الإفريقي وعرب الأمين العام لمجموعة بنك التنمية الإفريقي عن تقدير هي للجهود التي بدلها محافظة البنك المركزي المصري حسن عبد الله في قيادة إعداد الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية فيما قدم رئيس مجموعة البنك الإفريقي الشكر والتحية على العمل مثير للإعجاب كما وصفه العمل الذي قدمه البنك المركزي المصري لتنظيم فعليات الاجتماعات السنوية الحالية للبنك وتسهيل كافة الإجراءات المطلوبة لاستقبال ضيوف مصر كما تقدم غزالي عثمان رئيس جزر القمر ورئيس الاتحاد الأفريقي بجزيل الشكر للدولة المصرية والمنظمين لفعاليات المؤتمر على التسهيلات الكبيرة التي حظي بها مع الوافد المرافق منذ القدوم للمشاركة في الاجتماعات نشرة سالسة مستمرة معكم من القيارة الإخبارية عاصمة الخبر فيها بعد القاصل شركات أمريكية كبرى توقع على عريضة تطالب بايدن باتخاذ إجراء لرفع سقف الدين أهلا بكم من جديد عقد المحور الاقتصادي بالحوار الوطني المصري أربع جلسات للاجنتين الصناع والاستثمار الخاص المحلي والأجنبي حيث نقشت لجنة الصناعة أسباب تراجع مستاهمة الصناعة في الاقتصاد المصري بجانب تحديات توطين الصناعة المصرية وتحديات القوى العاملة المصرية كما نقشت لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي تحليل مناخ الاستثمار المحلي والأجنبي بين الواقع والفرص والتحديات وضعت مصر استراتيجية تنموية تضمنت أولويات الدولة في المرحلة الراهنة والتي ارتكزت على رسم خريطة استثمارية يلعب فيها القطاع الخاص دورا رائدا بما يتماشى مع أهداف مصر الاقتصادية والمالية والسياسية وأعلنت وزارة التخطيط المصرية خطة الاستثمار للعام الجاري والتي تمحورت حول زيادة الاستثمارات الكلية بما يفوق ثلث ما تحقق سابقا والاهتمام بالاستثمارات المخصصة لأغراض الحماية الاجتماعية ومشروعات البنية الأساسية فضلا عن الاهتمام بقطاعي الزراعة والصناعة والاتصالات والتكنولوجيا المعلومات والتعزيز الاستثمارات الخاصة بما يتوافق مع وثيقة سياسة ملكية الدولة اشتركوا في القناة في بيروت علن مصدر قضائي كبير في لبنان أن ألمانيا أبلغت بيروت شفاهيا بصدور مذكرة توقيف بحق حاكم مصر في لبنان المركزي رياض سلامة بتهم الفساد والتزوير من جانبها أكد مكتب المدعي العام في ميونخ أنه يجري تحقيق في القضية إلا أنه أحجم عن التعليق على مذكرة التوقيف يختتم الأتراك في الخارج غدا أن تصويتهم في جولة إعادة الانتخابات الرئاسية التركية وتبدأ الخطابات الدعائية في وسائل الألم وسيبدأ التصويت داخل تركيا يوم الأحد المقبل على أن تقوم اللجنة العليا للانتخابات بإعلان النتائج الأولية فور انتهاء عملية الفرز ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر إلى أثناء حيث رفض الزعيم اليساري اليوناني أليكسيس تسيبرس تفويضا بتشكيل حكومة اتلافية قائلا أنه يستعد الانتخابات الثانية في يونيو المقبل بعد هزيمة مؤلمة لحزبه سيريزا في الانتخابات الأخيرة وحقق حزب الديمقراطية الجديدة المحافظ فوزا بنسبة 40.8% من الأصوات في استطلاع يوم الأحد ما أدى إلى انهيار حزب سيريزا المعارض بنسبة 20.1% نتيجة استياء العديد من الناخبين من الأسلوب الراديكالي المناهض للمؤسسة لن أتسلم التفويض لأن تشكيل حكومة اتلافية لم يحدث الدستور ينص بوضوح على الخطوات التالية أتمنى أن تكون لدينا حكومة في الانتخابات المقبلة نستعد الانتخابات ثانية في يونيو بعد خسارتنا في الانتخابات الأخيرة رفض قاضي المحكمة العليا في لندن الطعن الذي تقدم به محامو الأمير هاري على قرار الحكومة البريطانية عدم توفير حماية شرطية له خلال زيارته لبريطانيا حتى في حال سداد تكاليف تلك الحماية من ماله الخاص وقال قاضي المحكمة أن الحكومة البريطانية لم تتجاوز سلطاتها عندما حرمت الأمير هاري من توفير الحماية له من خلال وجوده في المملكة المتحدة بعد أن أعلن تخليه هو وزوجته عن واجباتهما الملكية وانتقالهما إلى كاليفورنيا في الولايات المتحدة وقال هاري أنه لم يعد يشعر بالأمان حال وجوده في بريطانيا بسبب رفع الحماية الشرطية أكد المستشار الألماني أولاف شولتس أن الزيادة غير المحدودة للدين ليست استجابة جيدة للاحتياجات الاستثمارية في الاقتصاد وقال شولتس خلال مؤتمر للكونفيدرالية الأوروبية للنقابات أنه من المهم جعل النمو والاستثمارات ممكنة لضمان تحول الاقتصاد لكن الزيادة غير المحدودة للدين لن تكون استجابة جيدة وعبرت النقابات عن مخاوفها من عودة التقشف في ميزانية الاتحاد الأوروبي بعد سنوات من الإنفاق شبه غير المحدود لمواجهة تفشي كورونا وأزمة الطاقة وتدعيات الحرب الأوكرانية الروسية قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستيلانا جورجيفا إنها تأمل أن لا يضطر الاقتصاد العالمي إلى الانتظار حتى لحظات الأخيرة حتى يجري التوصل إلى حل لأزمة سقف الدين الأمريكي وحذر صندوق من تدعيات خطيرة إذا تخلفت الولايات المتحدة عن سداد ديونها مع اقتراب المهلة النهائية لرفع البلاد سقف الدين أو تعليقة وقع أكثر من 150 من مديري الشركات الأمريكية الكبرى عريضة تطالب الرئيس الأمريكي جو بايدن باتخاذ إجراء لرفع سقف الدين وذلك عقب فشل المحادثات بين رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين مكارثي والرئيس بايدن حول سقف الدين لا جديد يذكر فما زالت أزمة سقف الديون الأمريكية تلقي بظلالها بعد انتهاء مناقشات الرئيس جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفين مكارثي دون التوصل لحل بشأن الأزمة التي تؤرق المجتمع الأمريكي اجتماع عول عليه الأمريكيون من أجل التوصل الاتفاق ووصفاه رئيس مجلس النواب بالمثمر لكنه لم يصفر عن شيء سوى تصريحات ووعود باستمرار المناقشات أجرينا مناقشات مثمرة ليس لدينا اتفاق حتى الآن لكنني شعرت أن المناقشة كانت مثمرة خاصة في الأمور التي لدينا اختلافات في الرأي بشأنها سنواصل النقاش معا في بعض الأمور التي تحدثنا عنها الرئيس يرغب في خفض الإنفاق لكنه يريد أيضا زيادة الإيرادات كذلك وهذه هي المشكلة أكد الرئيس جو بايدن أن تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها ليس أمرا مطروحا مشددا على استمرار المفاوضات مع الجمهوريين حول هذا الأمر شريطة توفر ما وصفه بحسن النية وبالرغم من إعلان وزيرة الخزانة عدم قدرة الحكومة الأمريكية على الوفاء بالتزامتها بحلول شهر يونيو في حال عدم رفع سقف الدين البالغ 31.4 تريليون دولار يشتد الخلاف بين الجمهوريين والديمقراطيين ففي الوقت الذي يشترط الجمهوريون فيه تخفيض النفقات من أجل التوصل لاتفاق يرى المعسكر الديمقراطي أن حجم الإنفاق لا يمثل مشكلة أمام رفع سقف الدين مقترحين زيادة الإيرادات من خلال فرض مزيد من الضرائب وبحسب المراقبين فإن تخلف الولايات المتحدة عن السداد سيؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الأمريكي ومن ثم الاقتصاد العالمي كما أن التوصل لاتفاق ليس نهاية المطاف حيث يحتاج الأمر عدة خطوات لإقراره تمر عبر مجلسي النواب والشيوخ ثم العودة للرئيس جو بايدن لإقراره الأمر الذي يستغرق عدة أيام شد وجذب بين الجمهوريين والديمقراطيين ومهلة أقل من عشرة أيام من أجل التوصل لاتفاق يجنب الولايات المتحدة التخلفة عن سداد التزامتها ويجنب الاقتصاد العالمي أزمة جديدة ربما تكون الأعنف بعد أزمتي كورونا والحرب الروسية الأوكرانية فأليصل الطرفان لاتفاق ينهي المشكلة أم أن العالم على موعد مع أزمة جديدة ورياضيا يستضيف فريق الاتحاد متصدر الدور السعودي للمحترفين نظيره الباطن وذلك في التاسع والنصف مساء على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة لحساب الجولة الثامنة والعشرين من المسابقة يتصدر الاتحاد ترتيب الدور السعودي برصيد ثلاث وستين نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن النصر الوصيف بينما يتذيل الباطن الترتيب برصيد تسع عشرة نقطة ويستعيد الاتحاد خدمات لعبه المصري طارق حامد الذي غاب عن مباراة الهلال الأخيرة للإصابة لتكتمل صفوفه سعيا نحو حصد اللقب وفي الجولة ذاتها يستضيف النصر غريمه الشباب في التاسعة والنصف مساء أصحاب الأرض يحتلون وصافة الترتيب برصيد ستين نقطة متفوقين بسبع نقاط عن الضيوف أصحاب المركز الثالث احتجزت الشرطة الإسبانية سبعة أشخاص على صلة بواقعتين عنصريتين ضد البرازيلي فينيسيوس جونير لاعب ريال مدريد وكانت الشرطة في بيانها أنها ألقت القبض على ثلاثة أشخاص في فالانسيا على صلة بمبارات فالانسيا ضد ريال مدريد فضلا عن احتجاز أربعة أشخاص آخرين في مدريد تأتي تلك الاعتقالات بعد يوم واحد من قول رئيس الاتحاد الإسباني إن الكرة الإسبانية تعاني من مشكلة تتعلق بالعنصرية وذلك عقب شكوى من ريال مدريد بتعرض لعبه فينيسيوس لجريمة كراهية شددت رابطة الدوري الإسباني على رفضها كافة أشكال العنصرية والعنف والكراهية وأشارت إلى أنها تبذل كل ما في وسعها للقضاء على هذه الظواهر علما بأن دورها يقتصر على الإبلاغ فقط وليس لديها صلاحية اتخاذ إجراءات فعلية أضافت رابطة في بيان رسمي أنه تم إنشاء نظام إبلاغ مخصص على موقع الليجا الإلكتروني حتى يتمكن أي مشجع من الإبلاغ عن السلوك العنصرية الذي يلاحظه داخل أو خارج الاستد والزميلة إيماني الحويزي لديها المزيد من المتابعة والتحليم شكرا لك أحمد ودينا للمزيد من المتابعة نضم إلينا من برشلونة النقد الرياضي أيوب الجبري سيد أيوب فور واقعة فينيسيوس أعيد للأزهان الكثير من مواقف العنصرية أو الكراهية التي تعرض لها بعض اللاعبين في الملعب الأوروبية كيف تدار هذه المسألة ومن المسؤول عن مواجهة هذه الظاهرة؟ مساء الخير مميبون أستردس صراحة قضية العنصرية ضد فينيسيوس جونيور هي ليست قضية جديدة بل اللاعبين يعانون من هذا المشكلة في جميع الملعب حتى في الفئات الصغرى الجماهير لما يذهبون إلى الملعب يظنون بأن الذهم الحرية للتعبير بأي طريقة يعرفونها وهذا خطأ شاسع فالجماهير تحاول أن تستفز اللاعبين بهذه الطريقة السيئة وليس هناك متابعة من بعد وليس هناك عقوبات وليس هناك أي عقوبة صاربة لهذه الجماهير فلهذا نحن من هذه المشاكل في جميع الفئات في جميع الملعب الأوروبية في جميع الأنحاء طيب يعني المسؤول هنا هي الشرطة كما حدث وتم إلقاء القبض على بعض من تسبب في هذه الأحداث أو اتجه هذا السلوك العنصري وليس الرابطة أو المسؤول عن الدوري في البلد الأوروبي نعم لأنها أصبحت قضية رائعان فلريال مادريد لديه قوة في مواقع التواصل ولهذا وصلنا إلى قبض هذه الثلاثة الأشخاص وهم تلقوا صراحة فقط كان هناك تحقيق ولا أظن بأن المشكل سيذهب إلى أكثر فالقوانين لازم تخرج من الرئال فدراثيون إشبانيولا أو من الدوري من خبير طباس هم المكلفون بهذه الأمور وليست الشرطة فلازم أن يكون هناك قانون صريح في الملاعب في كيفية التصرف فمثلا شاهدنا في السنوات الأخيرة تم منع التدخين في الملاعب فلما لا الخطوة الثانية يعني منع هذه الألفاظ منع العنصرية في الملاعب طيب حضرتك أشرت إلى أن هذا الأمر أخذ منحة ربما جماهيريا أكثر نتيجة أن ريال مادريد فريق قوي وكبير سواء في أوروبا أو في إسبانيا هل هذا لا ينطبق على فرق أخرى مثلا يعني عندما يتعرض لاعب إلى موقف عنصري في فريق ليس بنفس القدرة أو بنفس الشهرة لا يأخذ هذا المنعطف أو هذا المنح الجماهيري في التعامل والتعاطف معه نعم صحيحة لأن في نفس المباراة ريال مادريد ضد بارسلونا في نفس هذا الموسم جماهير ريال مادريد كانت تفعي لرونالد أراوخو بالقرد يعني نفس الجماهير التي تشتكي من العنصرية هي أيضا كانت تهين لاعب بارسلونا فهذا الأمر يتكرر يعني كل أسبوع في كل الملاعب في كل الفئات وهو ليس أمر جديد فقط كما ذكرت سابقا لريال مادريد له قوة جمهورية كبيرة له قوة في الإعلام وأتمنى يعني أن يستغل هذا المنصب وأن يقضي على العنصرية في كل الملاعب ويعني يبدأ بالتحقيق في هذه الأمور ويمكن أن نغلق الباب للعنصرية في كل الملاعب الأوروبية أرى بأن في الدور الإنجليزي هم صارمون أكثر ضد هذه المواقف بينما في إسبانيا يعني هناك حرية للجماهير لكي تقول ما تشارع تقريبا في الملاعب طيب أشكرا جزيلا الشكر من بارسلونا الناقد أرياضي أيوب الجبلي شكرا جزيلا لك الآن نود مرة أخرى إلى أحمد بشتو ودينا زهراء إليكم شكرا لك إيمان ومن إسبانيا إلى إيطاليا حيث تراجع يوفنتس للمركز السابع في ترتيب الدور الإيطالي بعد خصم عشر نقاط من رصيده خصم النقاط من اليوفي جاء بقرار جديد من محكمة إيطالية تحقق في صفقات انتقالات اللاعبين ليتراجع رصيده من 69 نقطة في المركز الثاني إلى 59 نقطة في المركز السابع ومع تبقي مبارتين ليوفنتس ومثلهما لميلان في الكاليتشو فإن مبارتهم نهاية الشهر الحالي قد تكون حاسمة بين الفريقين لتحديد هوية المتأهل لدور أبطال أوروبا الموسم المقبل مشاهدين إلى هنا ناصل لختام هذه النشرة لم يتبقى سوى التذكير بأبرز العناوين توتر روسي أوكراني في منطقة بيلوغرود الحدودية والكرملين يعرب عن قلقه إزاء الوضع في المنطقة واشنطن تعلن تخصيص مساعدات إنسانية ب245 مليون دولار للسودان والدول المجاورة قارتنا فريقة يدعون من شرم الشيخ لمزيد من التمويل لمواجهة التغيرات المناخية في القارة في نهاية النشرة بإمكانكم دوما متابعة المزيد عبر زيارة موقعنا الإلكتروني القاهيرانيوز دوت نات أو المتابعة على مختلف منصات التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر انستجرام ويوتيوب ويمكنكم أيضا المتابعة على تردد القاهرة الإخبارية 11747 رأسي كذلك يمكنكم تحميل تطبيق القاهرة الإخبارية من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو أرفود الظاهر على الشاشة زميلتي دينا زهرة وأنا أحمد بشتو ننقل لكم تحيات فريق عمل القاهرة الإخبارية دائما وأبدا من القاهرة إلى اللقاء اشتركوا في القناة